بينما يبحث المسؤولون الأمريكيون في احتمال استهداف معمل الشركة أرامكو السعودية بصواريخ من طراز كروز أو احتمال انطلاق الهجوم من جنوب العراق وليس من اليمن جاء التأكيد الحوثي واضحا في تنفيذ العملية إذ قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الهجمات على منشآت أرامكو نفذت بطائرات مسيرة تعمل بمحركات جديدة ومختلفة وأضاف أن الهجوم يؤكد قدرة جماعته على الوصول إلى أي مكان تريده كما حذر الأجانب من الوجود في المعامل التي استهدفت لأنها قد تستهدف مجددا هذه التداعيات الخطيرة على أمن الطاقة العالمية في استهداف أكبر معمل لتكرير النفط في العالم دفعت إدارة الرئيس الأمريكي إلى التفكير في رد عسكري بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على النقاشات الداخلية في الإدارة الأمريكية قولهم إن إدارة الرئيس تفكر في رد عسكري جدي على هجمات أرامكو رغم أن البعض في البنتاجون والكونغرس يحث على ضبط النفس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في سلسلة تغريدات على تويتر إنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي لتعويض إندادات النفط إلى الأسواق إذا دعت الضرورة وأضاف أن الولايات المتحدة على أهبات الاستعداد للتعامل مع تداعيات الهجوم على أرامكو وأشار إلى أنه ينتظر ردا من السعودية بشأن من تعتقد أنه مسؤول عن الهجمات في المقابل قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرس في تغريدات موجهة للرئيس ترامب إن الدستور الأمريكي ينص بشكل واضح على أن الكونغرس هو وحده من يملك سلطة إعلان الحرب وليس الرئيس وقال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية بيتو أوروك إنه لن يذهب إلى حرب من أجل السعودية إذا أصبح رئيسا كما أنه لن يسمح لها بأن تملي السياسة الخارجية لأمريكا ومن ردود الفعل الدولي على هجوم أرامكو أكد وزير طاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن هناك ما يكفي من الاحتياطات التجارية لتغطية نقص النفط على المدى المتوسط في حين دعت المفوضية الأوروبية إلى تلاف التصعيد في منطقة الخليج بعد حادث الهجوم على المنشأتين النفطيتين في السعودية أما الصين فقد قالت الناطقة باسم خارجيتها إنها تعارض أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع ودعت إلى ضد النفس